موسيقى موسيقى النهاردة في محطة كنوز المهارات نفسي نحن نغتنم كنز مهارة بناء الطموح الطموح الأول معناه هو عبارة عن أمنية وضحة جنبها ثقة في النفس إني أقدر أحقق ما أتمنى الموحدين ثقتهم في نفسهم مستمدة من الثقة في الله لأن قدرتهم مستمدة من المدد الإلهي وبيشوفوا الأماني والطموحات اللي في قلبهم دي حاجة ربنا اللي خلقها ورماها في قلوبهم لسبب من سببين إما الأمنية والحلم اللي جوايا ده ربنا هيديهولي في المستقبل بس فيه رحلة سعي لي بس إن شاء الله من نصيبي وهفرح به أو ربنا رمى حلم معين وأمنية معينة في قلبي وممكن يكون مش نصيبي وأنا متوقع أن اللي في بالي ممكن ما يتحققش لكنه مرمي في قلبي عشان أجري عليه وتبقى رحلتي لتحقيق هذه الأمنية هي الرحلة اللي فيها عطاء ربنا ورزق ربنا وناس هتعرف عليها ويمكن أخذ من الأرزاق اللي يفوق الأمنية اللي في قلبي وناس كتير في حياتها كاتماشية في سكة بتدور على حاجة وراحت لسكة تانية فيها خيرات أكتر بكتير لكن الشخص اللي مش مهتم باغتنام مهارة بناء الطموح خسران حاجة كبيرة قوي اسمها متعة الإنجاز بني أدم متركب جواه تنافسية وفي لذة جميلة جداً جواه فطرة الإنسان إنك بعد ما تتعب تتكافئ واللي حارم نفسه من بناء طموحه المهارة كنزينة النهاردة حارم نفسه من أكبر متعة الحياة يحرمك من مهارة بناء الطموح مشكلتين مشكلة الأولانية إنك ممكن تكون مش مدرك حلمك مفيش حد في الدنيا ما عندوش أمنيات وأحلام يمكن أنت مش واخد بالك قوي إيه حلمك أو متصور إن الحلم ده إن أنا بقى حاجة كبيرة قوي والناس كلها تسقف لي وابقى غني قوي مش لازم يبقى الحلم كده إنت عندك حلم السنة دي إنت طالب صح؟ عندك حلم إنك إنت لما تشوف اللوحة اللي مكتوب فيها اسماء النجحين ما تلاقيش اسمك حواليك أحكيتين تلاتة وتعيد السنة أدي حلمة هو إنت نفسك تبص في المراية تلاقي جسمك حلو فدي حلمة هو صحي مرتبط بيك إنت نفسك إن أهلك وعلاقتهم بيك سوية ما تبقاش عايش في بيت كله نكد وخناقات أدي حلمة تلتة هو إنت عندك أحلام بس يمكن مش متصور إن دي أحلام محتاجة إن أنا أبني الطموح علشان أحققها أو أقولك حاجة أنت عندك أحلام مش واخدة بالك منها مش أنت مخطوبة فعندك حلم إن بيتك تكونيه اللي دفع فيه دم قلبك أنت وخطيبك قرار في خلال السنة ولا السنتين اللي جايين أو أقل من كده عندك حلم إنك تحفظي على قصة الحب اللي أنت فيها بينك ومن خطيبك عندك حلم برضو تحفظي على صحتك وشكلك وانت لسه بنت في بداية عمرك فدي أحلام والأحلام دي بتحتاج همم معينة هتلاقيها جوه مهارة بناء الطموح العائق التاني أمام مهارة بناء الطموح هو طرد الأحلام من الأولويات الأحلام اللي أنا حكيت لك عليها وخليتك تدركها دي ما تطردهاش لو سمحت من أولوياتك وفي ناس مدركة أحلامها بس مش حاططها في أولوياته يعني كرسي الأهوة اللي أنت بتقعد كل يوم عليه تلات أربع ساعات دا مش أولوية دا شيء مكمل طرفيه عشان تعرف لو عايز تنجح تبقى بتذكر ساعتين في اليوم ولو عايز يبقى جسمك كويس تلعب ساعة في الجيم ولا أي رياضة بتحبها ولو عايز يبقى علاقتك سوية بأهلك الديوم حتى ولو ربع ساعة طمينهم عليك كده وحسسهم أن أنت لسه في البيت مش البيت لو كان دا بس للنوم زي ما أهلينا ساعات كتير بيشتكوا فأنت ممكن بس لو حطت أحلامك دي في أولوياتك تفاجأ أنك أنت عمال تحقق حاجة بيسميها المتخصصين الكويك وينز يعني نجاحات صغيرة متلاحقة واللي أنت بتعمله دا اسمه دريم ريل مش دريم بيج أنت عايز تعمل شوية إنجازات في مرحلتك اللي أنت فيها لما تدريم ريل بقى يعني تحلم أحلام واقعية وتنجح السنة دي ويبقى جسمك حلو وانتبصص في المراية وعلاقتك سوية بأهلك دا هيخليك طموحك يتبني عشان تدريم بيج بقى ويقولك أحلامي مش عالف تعدي السماء ما أنت مش هتقدر تحلم أحلام تعدي السماء إلا لما يبقى عندك إنجازات صغيرة في أحلامك الواقعية وبالتالي مهارة بناء الطموح أمنيات بس أنت لازم تدرك إنك أنت عندك أهداف قريبة السنة دي محتاجة تحققها وحط الأهداف دي لو سمحت في أولوية يومك حاجة الأخيرة ما تحرمش نفسك من الخيال عارف الأفلام اللي بتيجي في اليوتيوب التحفيزية اللي بيجيبك فيها رياضيين وناس طرع على المسرح وناس بتسقف لهم الأفلام دي معمولة عشان تتخيل نفسك مكان الشخص دا فلما خيالك تغذيه بشكلك وانت بتستلم شهادتك ببيتك وانت دخلا مع جوزك بعد ما عدت الأيام وبنيتوه مع بعض مش بس كده دا ربنا خلى تلت القرآن كلام عن الجنة والنار عشان تتخيل مقامك مع الفائزين ويستقبح في قلبك خيالك إنك تبقى مع المعذبين فتجري نحي الطموح إن ربنا يبقى راضي عنك فكنز مهارة بناء الطموح هو عبارة عن إنسان أدرك أحلامه حتى اللي هي السنة دي عايزي حققها وبعدين حطها في أولويات يومه وقعد يتخيل نفسه وهو بيجني ثمر التعب الطبيعي اليومي اللي بيعمله ساعتها كده أنت بتحلم أحلام واقعية هتحققها فقلبك يتبني فيه طموح للأحلام الأكبر وتكون فزد بكنز مهارة بناء الطموح